على مدار السنوات الماضية سعد دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق نجاحات وإنجازات متعددة في مجال الفضاء واستكشاف القمر والعالم الخارجي والآن نحن بصدد خطوة جديدة ومشروع جديد ألا وهو المستكشف راشد الذي سيكون أول مهمة عربية على سطح القمر لنشاهد تطلع أسلافنا إلى القمر للاسترشاد به خلال رحلاتهم وقد بلغوا وجهته ونتطلع اليوم إلى القمر مرة أخرى لنفهمه بشكل أعمق حاملين أحلاماً وطموحات كبيرة طموحاتنا عانقت السماء ونتطلع اليوم إلى القمر في مسيرتنا نحو آفاق جديدة من العلم والمعرفة وجهتنا اليوم سطح على مدار الساعات الماضية تصدر هاشتاغ الإمارات في القمر والمستكشف راشد ترند منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وذلك خلال انتظار الجميع للحظة انطلاق المستكشف نحو سطح القمر محمولاً على متن صاروخ سبيس أكس فالكون 9 والذي سيتم إطلاقه من محطة كيب كنافيرل للقوات الجوية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ومن المقرر أن تستغرق مهمته نهاراً قمارياً واحداً أي ما يعادل ما يقرب من 15 يوماً أرضياً لنتابع تنطلق مركبة الهبوط على متن الصاروخ فالكون 9 من قاعدة كيب كنافيرل الفضائية في فلوريدا وتبدأ مساراً منخفضة تكلفة إلى القمر الذي يبعد 385 ألف كيلومتر تقريباً من الأرض تنفصل المرحلة الأولى من الصاروخ ويواصل مساره بمجرد أن تصبح الحمولة في المدار تنفصل مركبة الهبوط ويتم التخلص من الأجزاء الأخيرة من الصاروخ تنتقل بعدها مركبة الهبوط إلى المدار الانتقالية وتتسارع إلى أن تلتقطها جاذبية القمر يبدأ بعد ذلك الاستعداد للهبوط تعتبر مرحلة الهبوط الأكثر صعوبة خلال المهمة حيث تهبط المركبة على سطح القمر ذات التضاريس الصعبة ويتم مد الأذرع الميكانيكية يصبح المستكشف جاهز للانطلاق وإجراء سلسلات من التجارب التي توفر بيانات تساعدنا على فهم الظواهر الفيزيائية على سطح القمر سيعمل المستكشف لمدة يوم قمري واحد مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي تساءلوا عن مهمة المستكشف راشد على سطح القمر ليأتي الرد من مركز محمد من راشد للفضاء الذي أعلن أن المستكشف سيدرس علم الصخور وجيولوجيا القمر والبلازما والغبار بالإضافة إلى جمع بيانات متعلقة بأصل النظام الشمسي وكوكب الأرض بالإضافة إلى أن المستكشف يتميز بأربع كاميرات وجهاز لقياس الشحنات على سطح القمر يستخدموا لأول مرة في مهمة استكشافية على سطح القمر المهندسة الإماراتية ريم لمحيسني كشفت عن تصميم النظام الحراري المستخدم في المستكشف عن طريق مقطع مصور نشر عبر موقع مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء لنتابع أنا ريم راشد لمحيسني دوري هو تصميم وتحليل وإجراء الاختبارات الخاصة في نظام التحكم الحراري لضمان سلامة الأجهزة وعملها بكفاءة عالية بمواجهة التقلب الحراري على سطح القمر من قبل هذه المهمة كان جزء من الفريق اللي طوى الغمر الاصطناعي خريفة سات من بعدها تم اختياري ضمن الفريق اللي يعمل على مشروع الإمارات لاستكشاف القمر مع بداية تطوير هذه المهمة من التحديات اللي واجهت أثناء هذه المهمة هي فهم البيئة الحرارية المعقدة القاسية على سطح القمر وتم تخطيها عبر إجراء الأبحاث والتجارب التي تحاكي كل ظروف هذه البيئة أكثر لحظة أترقب بلها هي وصول أول بيانات عن الحالة الحرارية للمستكشف اللي راح نتأكد من خلالها كفاءتها العالي في مواجهة البيئة الحرارية القاسية على سطح القمر إذا بوصف هذه المهمة والمشروع بكلمة راح أختار إماراتي وأنت عزيزي المشاهد هل تواد زيارة الفضاء يوماً ما؟ اشتركوا في القناة